أكد مجلس الأعمال المصري التركي أن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي أضاف المجلس أن هذا اللقاء التاريخي بين الرئيسين المصري والتركية يدعم العلاقات الاقتصادية وأنه حافز كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال للبلدين في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين وأكد المجلس أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حل حالة بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك فيما يتعلق بالسيطرة على أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيع الأرباح